تعد الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني أحد أبرز الصروح العسكرية المتميزة في مملكة البحرين إذ تعد مؤسسة عسكرية أكاديمية مرموقة تعمل على تطوير وتهيئة الدارسين فيها في مختلف التخصصات العسكرية والأمنية وفق أحدث العلوم الأكاديمية وعلى أيدي كادر تعليمي متميز بدعم مستمر من قبل القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تطوير وتعزيز الكفاءات الأكاديمية والمعرفية لمنتسبي القطاع العسكري في المملكة مجال حظي باهتمام كبير من قبل سيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين تجسد في تأسيس كلية القيادة والأركان والدفاع الوطني وفق رؤية ملكية شاملة ومتكاملة تهدف دائما للارتقاء بهذا الصرح الوطني الشامخ صدر المرسوم السامي لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى قائدنا الأعلى حفظه الله ورعاه بتأسيس كلية الملكية للقيادة والأركان في 25 فبراير 2006 وبرؤية متواصلة من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة جاء المرسوم السامي في عام 2015 لتأسيس كلية أعلى للدراسات الدفاعية والاستراتيجية تسمى كليات الدفاع الوطني من أجل تعزيز مفاهم الأمن الوطني لعدل عسكريين والدبلوماسيين ورجال الدولة أما بالنسبة عن رؤية الكلية أن تكون كلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني مركزا للتميز في العلوم العسكرية وفي المنطقة أن مهمة الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني هي إعداد وتأهيل قيادات عسكرية ومدنية وتطوير قدراتهم للعمل كقادة مدانيين وكصانع قرار ولتحقيق هذه المهمة تم وضع عدة أهداف منها تطوير قدرات المشاركين التعليمية والقيادية تطوير مجالات الفكر الاستراتيجي والعملياتي والتعبوي للمشاركين تنمية إمكانيات المشاركين على العمل المشارك تعزيز مفاهيم وأبعاد الأمن الوطني دورات تدريبية مكثفة وأخرى تأهيلية وتخصصية عقدتها الكلية بإشراف ودعم مستمر من قبل القيادة العامة لقوة دفاع البحرين شاركت فيها نخب عسكرية من ضباط قوة دفاع البحرين إلى جانب مشاركات عديدة من الدول الشقيقة والصديقة بهدف تحقيق أعلى درجات الاستفادة في العمل العسكري المشترك عقدنا أول دورة في فبراير 2007 وكانت مقتصرة على ضباط قوة دفاع البحرين والجهزة الأمنية الأخرى وحاليا عندنا الدورة رقم 13 يشترك حاليا في الدورات القيادة والأركان المشتركة عدد من ضباط قوة دفاع البحرين والجهزة الأمنية بالإضافة إلى الدول الشقيقة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت جمهورية مصر العربية ومملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية والجمهورية اللبنانية وكذلك ألا أخفى عليكم بأن في دورات القيادة والأركان يوجد فيها كذلك بالضافة لعنصر الرجال في كذلك العنصر النسائي متواجف للدورة تطور مستمر في المناهج وأليات التدريس والتعليم المتقدم ينهل منها منتسب هذا الصرح الوطني على أيدي كادر تعليمي عسكري مؤهل على أعلى الدرجات في مختلف المجالات والخبرات العسكرية المتقدمة لتكون الكلية دائما مركزا علميا وأكاديميا عسكري تتفاخر به المملكة على مستوى المنطقة الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني صرح وطني أكاديمي عسكري حضي بنعم مستمر من قبل سيد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين حفظه الله ورعاه حتى بات هذا الصرح من أرقى وأعرق المراكز التدريبية والعسكرية والأكاديمية على مستوى المنطقة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين